السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نأخذ اليوم الدرس الرابع Lesson 4 Table & Bar Graph هذه طريقة جديدة لأمثل البيانات التي لديها عن طريق الجدول قبل ذلك أخذت تمثيل أو represent البيانات التي لديها على Bar Graph وأخذنا الHorizontal Bar Graph والVertical Bar Graph النهاردة سندرس Table & Bar Graph إزاي أمثل البيانات التي لديها عن طريق الجدول والBar Graph مع بعض إزاي تبقى عندي بيانات على جدول وأحولها Bar Graph والعكس Math Grade 2 First Term Lesson 4 ده يخص المدارس التقريبية المنهج جديد بسم الله ورحمة الله Learn تعلم You can show أنت تقدر أن أنت تبين أو توضح البيانات بأكثر من طريقة نحن درسنا Bar Graph ومثلناه بطريقتين قلنا الأفقي Horizontal Bar Graph و Vertical اللي هو الرأسي Bar Graph نهر ده هناخد عن طريق table اللي هو الجدول The following table shows the following يعني the following يعني التالي the following table يعني الجدول التالي shows يبين أو يوضح the numbers of fruits the numbers of fruits يعني العدد عدد الفكهة and vegetables الخضروة يبقى the numbers of fruits and vegetables يعني عدد الفكهة والخضروة يبقى هوا fruit and vegetables ده الأبرس أو title بتاع الجدول بتاعي دفعنا لكل بيان لازم عمله title كنا بنعمل title of Bar Graph 4 يبقى fruit and vegetables ده title of the 8th table اللي هو عنوان الجدول kinds يعني النوع kinds يعني النوع والنمبر الكاروت أو النوع فكهة أو الفكهة عندي كاروت أوكي كاروت يعني جزال the number of carot 1 2 3 4 then 4 the number of carot 4 يبقى كل مرة هنكتب النوع بتاع الفكهة أو الفكهة اللي عندي والعدد اللي بيمثلوا أوكي كم عدد الكاروت ساوين الع每 depend how many carots how many cars how many cars how many cars are there four 1 2 3 4 ok 해 6 أبل 6 أبل كور يعني الزرح 4 1 2 3 1 2 3 كي بيج يعني الغوخ كم بيج 1 2 3 4 5 6 7 8 ثم 8 Watermelon يعني البطيخ كم عدد البطيخ اللي عندي How many watermelons How many watermelons 1 2 Then I have 2 watermelons كي يبقى أنا أدرت أمثل data عندي أنا مجرد ما بص على الجدول because the table أنا بعرف عندي كم كاروس كم أبل كم كورن كم كورن كم بيتش يبقى أنا أدرت أمثل أو أشو data اللي عندي أو data اللي عندي in more than way ولا لا بأكثر من طريقة ولا لا أدرت أمثله عن طريق أو أوضح البيانات اللي عندي عن طريق table في title of the table اللي هو الفتحة والخضوات fruits and vegetables ونحن أضح البيانات كل مرة أضح البيانات كل مرة أضح البيانات ونحن أدرت أمثله عن طريق كم يمكن أن أمثل البيانات تشاهد data in more than when okay fruits and vegetables for cell يعني الفكهة والخدر للبيع okay after that the following bar graph shows the same data نفس data اللي عندي في table هقدر أمثلها عن طريق bar graph okay يبقى الكارت هياخد four الأفل هياخد six okay corn peach egg watermelon two هنشوف هنعملها ازي على الbar graph ده vertical bar graph the title of the bar graph fruits and vegetables okay horizontal kinds of fruits and vegetables هنا هنكتب الkind هنا هنكتب الnumber of fruits and vegetables نفس التقسيمة بتاعت in a table a kind a and a number kind and number okay the carrots one two three four then you have four carrots a apple كان عندي كام six apples one two three يبقى انا بشاد على ال graph عندي لغاية موصل للnumber بتاع الفروت او vegetables اللي عندي الابل كان six okay الكورن كان three البيتش كان الاب الوودرميلون كان عندي two الفكرة كلها ان انا قدرت اعمل تمثيل للبيانات او توضيح للبيانات عندي عن طريق table و عن طريق الbar graph يبقى قدرت امثل البيانات اللي عندي بأكثر من ايه بأكثر من طريقة in more than one way okay after that practice 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 يعني ايه practice يعني تمرسة او تطبيق okay read the table يعني اقرأ الجدول our favorite activity يعني activity او النشاط المفضل لنا okay time number نوع النشاط ايه اول حاجة عندي اربع انواع للنشاط art يعني الرسم sports يعني الرياضة music يعني الموسيفة reading يعني القراءة ها اه لما شفنا البيانات قلنا الارت في اربعة بيفضلوا الارت الرسم sports في 7 بيفضلوا sports music في 5 reading في 10 okay شاهد in the graph يعني ظلل على ال graph to show the same day يبقى هو هيديني جدول وهيقول لي مثله على ال bar graph okay shaped in the bar graph او in the graph to show the same لاتا عشان ابين نفس المعلومات اللي هو مدهالي في الجدول okay نفس التال ها our favorite activity طب in the horizontal type in the vertical number of people اللي بيفضلوا ال E activity D الار كان عندي sports كان عندي seven music كان عندي A okay type of activity يعني نوع النشاط number of people يعني عدد الناس اللي بيفضلوا ال E النشاط دو okay after that use the graph to answer the quiz يعني استخدم ال graph اللي فده عشان تجاوب على الاسئلة okay which activity is the most favorite انت نشاط هو الاكثر اه او اللي هو المفضل اكثر اكثر او الاكثر تقديلا okay ايه هو ثان بص اكثر حاجة كان ال reading كان ايه اوك اللي هي القراءة ماشي اه which activity is the most favorite must favorite must favorite يعني الاكثر ايه المفضل اكثر يعني ها يبقى reading okay which activity which يعني ايه الامشطة is the fewest favorite يعني الاقل او المفضل اقل انهي or الرسم if you don't subscribe please subscribe like and share with your friends okay شارك الفيديو مع اصحابة we please if you like the video please like and leave a comment please okay look at the picture يعني انظر الى الصورة صورة ذي ثم تنصيب the table اكمل القلول okay دي marbles يعني بالي marbles يعني بالي marbles color ذا العنوان title of the table color number red marbles how many red marbles 1 2 3 4 then we have 4 red marbles blue we have 1 1 okay yellow we have 1 2 3 4 then we have 4 yellow marbles green we have 1 2 3 4 5 then we have 5 green marbles 5 i i i i i 5 i i i i i i i 5 5 i i i i i لإما تمثيل بيانات بطريقة البرغرات مثلا وهو يكون مديك table لإما يكون مديك صورة وإحنا هنخرج البيانات من الصورة ونحطها في الجدول هن complete أو fill in A الـ A الجدول الـ table اللي عندي From the table complete the bar graph طيب هو الماربل The color of marbles كان عندي red blue yellow green number of marbles قدي red كان عندي 4 blue كان عندي 1 yellow كان عندي 4 green كان عندي 5 يبقى أنا قدرت أمثل نفس الـ data عن طريق الـ table وعن طريق الـ bar graph نفس الـ title والـ horizontal نحط في الـ types أو الـ colored of marbles أو الkind و الـ vertical نحط الـ number أو العدد اللي بيمثل الـ kind أو الـ colors of marbles أو الـ types أو الـ يهد here okay. Use the bar graph. Complete the following. The color of the most marvel is. اللون اللي بيمثل معظم البلي كان the most الاكثر. الموست يعني الاكثر. هو كان الغرين. نشوف. أكثر حاجة كان 5 وكان محبوظ green marbles The color of the least marbles الأقل البلي الأقل العدد الأقل The least الأقل is flu كان عندي one flu تعال نفتكر flu كان عندي one flu ماشي one flu The number of yellow marbles or 4 yellow marbles 4 yellow marbles From the table 4 yellow From the barbed yellow 4 marbles يبقى أدر أستنتج من الجدول و أدرس عن تجمل bar graph لأنها نفس the same data the same data يعني نفس البيانات OK list the marble colors data from the least to the greatest أكتب ألوان البالي من الأقل إلى الأكبر إيه هو تنقل حاجة؟ كان البلو وبعدين البلو بعدين ريد وليلو هم همه دفور ودفور مادين أفرزت همه بين ترجمة نانسي قنقر باستخدام الرسم البياني لو انت عجبت الفيديو اشتركوا مع اصحابك اشتركوا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته